بسم الله أمس أمس تكلمنا كمقدمة كده عن الشبكات أو أن إحنا خدناها قبل كده في الأربعة السابقة اللي هو النموذج OSI وعندنا عليه مرور القرام كده راجعناه ووقفنا عند تقريبا الموضفات القياسية بتاعت الاثرنت اللي هي قلنا أن المعيار سواء كان العشرة بيس تي أو اثنين أو خمسة زي كده ما انت شايف كده ده بيدل على سرعة وأقصى مسافة للسلك يعني السلك مثلا اللي الرفيع اللي هو اثنين بيكتب جنبه اثنين معناها أنه هو أقصى مسافة لي 200 متر تقريبا أو 185 متر وأقصى سرعة لي هي العشرة وميجر طب لو قال لي خمسة وبيجي لك في الاختبار الشامل خلي بالي قال لي خمسة معناها أن الكابلة ده أخره قام 500 متر طب تي كل القيسة كل التويستد بير اللي هي المزدوج المشدول بيسموها تي اللي هي توستد بير يعني فكل التي هي أخيرها 100 متر في حاجات تانية في الألف البصرية الألف البصرية لا بتوصل نصفات أبعد من كده بتوصل حتى لسبعين ألف ميجر سبعين ألف كيلو سبعين كيلو يعني سبعين ألف متر في المسافة والسرعة تصل إلى 200 ألف ميجر هيا الكلام ده كله قلناه قبل كده في حد دخل تاني إن اللي دخل جديد إبراهيم نعم كل الكلام ده الIP Address إيه هو الIP Address الIP Address باختصار هو عبارة عن كلمة IP باختصار لإنترنت برتوكول يعني إيه إنترنت برتوكول يعني برتوكول الإنترنت طيب اللي طلعوا دخل الصوت واضح ولا في مشكلة سامعين كويس عبد الله إيه سامان صوت واضح إيه 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 هو عبارة عن العنوان ده كل جهاز كمبيوتر عشان يدخل على الانترنت لازم يكون عنده IP Address بنام تدخل على الانترنت لازم يكون عندك IP Address طب ايه فايدة الIP Address هو ده العنوان بتاعك زي رقم تلفونك تدخل بيه على الشبك اما حد يحاوله يتصل بيك يتصل بيك من خلاله وانت عشان تكلم حد لازم يكون عندك IP زي ايه كده زي بالزبط كده لما انا عشان اتصل بيك لازم يكون عندك تلفون جوال بقى ثابت ايا كان وانا عشان اتصل بيك لازم يكون انا كمان عندك تلفون وكل ايه رقم عشان لما اتصل بيك يطلع لق رقمي وانت تعرف منين هسقف لك هتردع التلفون لا لازم يكون فيه رقم تلفون عند شخص الاولاني والشخص الثاني فنفس الكلام الIP عشان توصل بالانترنت لازم يكون عندك IP Address الIP ده شكل عامل ازاي شكله كده ده IP Address بس الIP version 4 ده اللي احنا شغالين بين اللي هو واحد ساعة اثنين مثلا واحد ساعة اثنين مثلا واحد ساعة اثنين واحد ساعة اثنين كمثال طيب الIP ده عبار عن ايه هو عبار عن اربع خنات تمام هو بيكون من اقصى حاجة في الخانة المفروض اللي هي ايه تمن وحاد يعني كل خانة من دول تمن وحاد الرقم ده بتحول الى رقم سنائي الى اصفار وحاد دايما الكمبيوتر بياخدوا منك كده عشري يحولوا الى صفر واحد تمام كل خانة من دول تبقى تمن وحاد تمن وحاد يعني ايه يعني بالشكل ده مثلا خلينا كده ايه اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ضت واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية الرقم ده تمن وحاد يعني ٨٥٥٠ ضت ٨٥٥٥ ترن دُط ٨٥٥٥ ضد 255. لو جمعت دول. طب دول اجمعهم ازاي? ايه اللي اجمعهم? يعني اجمعهم? لا احنا مش مجمع كده. كنا زمان خدناها. خليلي كده على جامعة ونكتبها. ونكتب ازاي? مثلا يعني كنا بنقول واحد, اتنين, اربعة, تمانية, ستاشر, اتنين وثلاثين, اربعة وستين. مية تمانية عشرين. اتنين وثلاثين. واحد اتنين, ثلاثة, اربعة, خمسة, ستة, سبعة, تمانية. ودول كده كام? تسع خنات. طيب. هل كده صح? لا. هي نفوض ان هما تماني وحيد. طب ليه? عشان احنا لو لو كل واحد. عشان لو كل واحد. زي كده. واحد واحد واحد. اجي مع دول كلهم كده على بعض. هيطلع علينا ايه? واحد زائد. اتنين زائد. اربعة زائد. ثمانية زائد. ستاشر زائد. اتنين وثلاثين زائد. اربعة وستين زائد. ثمانية وعشرين زائد. اه. طدع هنا كام? مئتين وخمسة وخمسين. فمعنى كده ان الخانة الوحدة لازم يكون فيها. اه. الخانة الوحدة لازم يكون فيها تمن وحيد زائد. ليه? لان اكبر رقم عندنا في الخانة دي. في الخانة الوحدة من دول. تمانية. تمان اعداد. يعني ان ذهن اكبر رقم من واحد الى مئتين وخمسة وخمسين. يبدأ بقى يمثل الرقم بالثنائي. يعني واحد يعني انا واحد وبقى يقوله اصفار. طب اتنين. صفر واحد والبقى يقوله اصفار. ثلاثة واحد واحد وهكذا. لا حد ما يبصل اكبر رقم عندنا اللي هو امتين خمسة وخمسين. طبعا. الاي بي زي ما انت شايف كده. بيبدأ معنا من واحد في كل خانة الامتين خمسة وخمسين. ولكن. دايما في حاجة اسمها نتورك اي دي. وحاجة اسمها البرودكاست. البرودكاست ده. ما ينفعش الجهاز ياخد متين خمسة وخمسين. دايما بيوقع. ده لما يكون بنكلم الشبك كلها. نكتب متين خمسة وخمسين. دوت متين خمسة وخمسين. دوت متين خمسة وخمسين. دوت متين خمسة وخمسين. فكده معناه ان انا بكلم كل الاجهزة طيب لو عايز اكلم جهاز واحد بكتب الاي بي بتاعه هو بس زي ايه زي كده انا عايز ادخل على السيرفر اكتب 1.9.2.1.6.8.1.140 اهو ده رقم السيرفر اضطح لهم موافق هيفتح للجهاز السيرفر بتاعي يبقى انا كده انا دهته باسمه او برقمه برقم تليفونه فالاي بي مهم في الشبكة عندنا ساقر بقى شوكة داخلية بقى لجاي عشان نكلم بعد لازم يكون عندنا اي بي ادرس والاي بي هوا بداية بتلاقي انت بتشوفه عشري دايما يعني عشرين تلاتين خمسين ستين واحد من اتنين وتسعين وكذا ولكن في الاصل هو بتحول الى ثنائ عشان انجاز يفهم طيب الاي بي ده بيشتغل في الطبق الكام الاي بي ده عنوان بيشتغل في طبقة الشبكة اللي هو النيتورك الطبقة دي اللي هي العنوان احنا ما قلنا هنا وظيفة الطبقة الثالثة الشبكة دي اهي تحدد هذه الطبقة افضل طريقة لنقل بيانات المكان الاخر وتعمل موجهات اللي هي الروتر في هذه الطبقة وستجد نظام عنوانة بروتوكول انترنت اي بي في هذه الطبقة فالاي بي دايما بيشتغل في الطبقة الثالثة طيب ده شكل الاي بي عارفنا شكله عشري رقم عشري عادي خالص طيب المك ادرس بقى طيب الاي بي ده بتعمل ازاي اه ده اول من قول دي الاي بي اقدر ان انا اقدر ان انا اقدر ان انا اغيره اه اعرف اغيره انا ممكن اقوله هنا خصائص واجه الاي بي بتاعه واذا الاي بي انا عنده واخده مسلا ستاتيك هنا ثابت ده اسمه ايه استخدام عنوان الاي بي ده ده عنوان بنكتب عنوان الروتر هنا اللي هو المدم المتوصل بالانترنت باسمه بابا الافتراضي واذا هنا عنوان الاي بي طب حيل انا كده اكتبت هنا عنوان الاي بي بتاعي هو انت ممكن اقدر ان تدعس البنزين زيادة شوية في يعمل زغير عكسي او يقلل الغير شوية يقضي السيارة هيقضية السيارة نفس الكلام عندنا المانول ممكن يقضي او ممكن يقضي او ممكن يعني مشاكل او ليه لان الاي بي ادرس ما ينفعش جهازين في نفس الشبكة ياخدوا نفس الاي بي يعني انا لو جهاز تاعه جهاز اللي جنبي لو احنا الاتنين واخدين نفس الاي بي اللي احنا الاتنين مش هشتغل هيطاع ليعلى لا ما امتعجو وبطعانها جسيالة يقول لك ايه ايه يعني ايه يعني فيه تداره في الـ IP. فيه جهاز تاني واخد نفس الـ IP. ففي الحالة تحنا نتنب شتغالين. لازم حد فينا غير الـ IP بتاعه. طب مشكلة بتظهر امتى لما كنا أنا بعمل يدوي زي كده. طب انا مش عايز مشكلة بتحصل. طبعاً الشباكات الصغيرة قادر اعمل يدوي عادي. يعني خمس اجهزة عشرة عشرين. قادر اعمل مانيول عادي. لان نضع سه. لكن لو اجهزة كتيرة واحدة عند الف جهاز مثلا في الشركة. يهد يعمل الستيك كل واحد صعب. فبنعمل تلقائي. تلقائي يعني ايه اهو. موافق. موافق. بصة هاليس هوا. هينهي عالي يدور شوية. عشان يديني الـ IP تلقائي. هسيبه برحته. اهو. اهو. ادانه كام? IP كام? 69. ليه? لاني مش متخزن عنده. فهو بيدور الفاضي فين ويدهولك. تلقائي. فطول ما انت تلقائي. انت رقيحت دماغك بموضوع اني ممكن IP يتضربوا مع بعض او يتعرضوا مع بعض. دي ميزة كويسة. لكن في نفس الوقت. في ناس بتقع محتاجة تكون عندها كنترول اكتر على الشوكة بقايتها. كنترول ازاي؟ يعني اقدر يتحكم في الشوكة اكتر. اقدر اشغل اجهزة انترنت واجهزة ما عنداش انترنت. اقدر يتحكم في الموضوع ده. فالموضوع ده بيحتاج ان تكتب بيدك. فبقى منظم. لازم تعمل لكم معمل من 216. من IP واحد الى 20. معمل اللي جنبه ما يعملوش المواهد و 20 بقا لا. يعملو مثلا من 24 إلى 25. ليه؟ بيسيب 3 IP كده فرق ما بين المعمل والمعمل. عشان لو احتاجنا IP جهاز حصل فيه مشكلة. IP حصل فيه conflict. ما يبقاش الموضوع فيه مشكلة. ويبدأ ينزل الموضوع. جهزة كتير قوي هيبقى صعبة. انا ممكن اعيد اعمل له manual اهو خصائص. اهو. واحد تسعة اتنين بوينت واحد ستة تمانية بوينت واحد بوينت قنقام مئتين وتمانين مثلا. هو هنا القناعة الشبكة بيطلع تلقائي. وهنا واحد تسعة اتنين. ده بتاع الرافتر. موافق. هنا هي الشغل كويس جدا. هناك مشاكلة اهو. اخذ الابي. الابي لو فيه مشكلة بيجي لك هنا رسالة خطأ كده ان الابي ده مستخدم. زي ايه؟ هوريه لكم. بس انا مش عايز اوريه لكم حينشان اللي عملت كده. هيفصل نت. ولو فصل نت. هيفصل الجلسة ولو فصلت الجلسة يبقى فيه مشكلة. فعن ايه؟ هيتطلع وتخش. فخلينا زي ما احنا. طيب. ده الابي ادرس. طيب عايزين نشو برضو حياة هنا. سترها لكم. الابي فيرجن سيكس. باش ابي فيرجن سيكس حاليا. خليناه في الماك ادرس. الماك ادرس. الماك ادرس هو عنوان اختصار لكلمة media access control. اللي هو الوصول الى الوساط. الماك ادرس. ده عنوان الماك ادرس. اللي هو الفيزيك الادرس. بيسموه كده. في الكمبيوتر بيسميه الفيزيك الادرس. طيب ايه ده شكل مختلف خالص. اه. ده بيكون بقى من كام خيانة؟ ستة. تلاتة يمينهم. وثلاتة يسار. كل خيانة بيفصلها عن تانية بشرطة زي كده النقص. طيب. وليه عنده هو في حروف؟ اه. ده عشري اه. لكن ده رقم سداسي عشر. يعني سداسي عشر احنا اخدناها. اللي هي. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ثلاثة. بعد التسعة. في ايه. بي. 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 فهو ده الماك ادرس بيقى بالطريقة دي. بيقى الارقام اللي فيه سداسي عشر. طيب ايه الفرق؟ الارقام العشرية دي. الرقم الخانة الواحدة. بيبدأ من الصفر للتسعة. الرقم العشر دايما. خانة الواحدة من الصفر للتسعة. طيب. لكن السوداسي عشر. انت عندك ستاشر رقم. من صفر لحد ستاشر. عشان كده حتى. لما كنا زمان. السيارات القديمة. بتلاقي عندك الرقم بتاعها كان كده. مثلا. هيقل شوية يزود رقم. ويزود رقم. ليه؟ لانه هو الخانة الواحدة دي. ممكن هنا يكون رقم صفر أو واحد أو اتنين أو ثلاثة أو أربعة. أقصى حاجة هنا تبقى تسعة. يعني أكبر رقم هتبقى كم؟ مثلا. تسعمية تسعة وتسين. أو تسعمية تسعة وتسعة وتسين. ألف تسعمية تسعة وتسين. مثلا لو عندنا ست خانات. لكن لو ست خانات دول أصبحوا رقم سوداسي عشر. معناها أن الخانة الواحدة هتبدأ من صفر الحاد كامل اف. ف ف ف دي يعني كم؟ يعني ستتاشر ضرب ستتاشر ضرب ستتاشر ضرب ستاشر ضرب ستاشر ضرب ستاشر فأنت تتكلم في رقم كبير جدا. تسعة ضرب تسعة ضرب تسعة. سألنا. كم تسعة دون واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تمانية تسعة تمام دون كم يدينا 387 ألف مليون ورمائة وعشرين ألف هو قسور نعم طيب تعالى نشوف كده لو نزحنا ده يا حبيبي وقيت هنا 16 ضرب 16 ضرب 16 1 3 5 فانت بتتكلم في الرقم وهيبقى ضخمة جدا يعني ضعف اللي احنا عندنا من شوية ضعف مضعف فلما يكون عند الخانة الواحدة من صفر لحد تسعة غير لم يكون من صفر لحد خمستاشر فيدينا رنج أكبر فالمك أردس ليه المك أردس بيعملوه بالشكل ده لأن الـ IP address ده اللي انت شايفه ده بيبقى داخل الشبكة يعني داخل المعهد البس طب في البيت عندك انت ممكن عندك في البيت كل نفس الـ IP ده عادي مش مشكلة بدان في شبكة مختلفة شبكة محلية مختلفة فعادي لكن في الشبكة محلية بتاعتنا احنا دي ماينفعش ايه يتكرر لكن بيتكرر برا عادي فانت عندك معك يعني براح يعني معك 255 جهاز ألف جهاز عادي لكن المك أدرس لا المك أدرس بييجي من المصنع بيجي كارت الشبكة كده نتور كارت لو بيصموها الـ IP ده كارت الشبكة بطاقة الشبكة بيكون شكلها كده اللي بيركب فيه البورت المنفذ الكابل السلك بيكون كده او كده مثلا يعني او يكون واي فاي الجهاز ده كارت الشبكة ده ايا كان هيستغل بقاني طريقة بيكون عليه مك أدرس ايه المك أدرس بيجي من المصنع بي مش احنا بقى اللي بنيكتب بزرق اي بي لأ ده بيجي من المصنع بايه اهو زي كده بيجي من المصنع مكتوب المك أدرس بتاعه او ادي مك أدرس ايه لنشبحة تانيكة مك أدرس او ما كادر زي كده اهو 6 ارقام متعنى ده مشكلة كله 6 ارقام 12 رقم 600 و 6 يسار 6 الخنات يعني طيب ال 6 اللي على اليسار دول بيبقوا او 6 العليمين معنا صح العليمين بيبقى هم دول المصنع العنوان serial number بتاع المصنع بيبقى كله نفس بنفس الرقم ده برقم ال 6 وكل كارت شبكة يطلع من المصنع ياخد رقم داخلي داخل المصنع فيبقى كل مثلا الشركات اللي بتصنع كارت الشبكة معروفين 5-6 شركات كل شركة تعمل ايه بقى ها دي الماك ادرس هوا كل شركة تحط 12 رقم 6 سبتين و 6 بيضغيره فالرقم الماك ادرس ده استحالة يقرر في العالم كله استحالة رقم الشاسية بتاع السيارة عمرك في حياتك ما تلاقي رقم الشاسية السيارة تكرر ما حتى لو ملاك بقى مارسلز مش عاليفكية هاين ضاي صيني بايا كانت عمر الرقم ده بتغير الرقم بتروح عند الرقم بتاع الوكالة وانه عايز قطع الفلانية يقول لك معرش حتى لو بوجيه هاتلي اقول ايه جماعة الاحتراق مثلا هاتلي رقم الشاسية او رقم الرخص يجي رقم الشاسية يكتبه يطلع له كل شيء عن السيارة فبيطلع له الرقم موديلي بالظبط وكل حاجة عنها ففي فرق كبير جدا الماك ادرس لا ده مش انا اللي بعمله ده بيجي ان المصنع بالشكل ده وده بيعمل لي ايه ها هو بيرايح شوية ولكن برضو بقى موت في ايه ان الماك ادرس زي ما انتش هيكل هو بسموه فيزيكال ادرس ستة يميين وستة اصر اهم هذه الرسم ستة خاصين بي الشركة وستة خاصة داخلية ستة خاصين بالشركة مصنعة وستة اللي هما الداخليين اللي هو الداخل اللي تعاني هذه الورجانيزيشن الشركة المصنعة يعني هم مش لازم يكون هما نفس الأرقام دي ثابت يعني ممكن تلاقي مثلا بيطلع عندها مجموعة من التسلسلات يعني بي سي و بي دي و بي اي و بي اف مثلا بتقولنا عندي الرنج ده مثلا اللي هو ال بي سي وبتغير في دول ودول اللي هما بتوع الكارت الشركة طب ده نشوفوا فين بقى لو احنا كلنا فتحنا الجوال بتاعنا وجينا على الاعدادات مثلا وقلنا له about اللي هو بينهم رقم او رقمين يعني تلاقي يعني مثلا عندي حاليا 9 4 8 8 5 7 تلاقي واحد تاني عنده لا او البيوتووس مثلا 8 7 3 F فتلاقي فيه فرق حاجات بسيطة ليه لانه بقى ناس الشركة مصنعة انا بعمل جوال دائما بجيب حتى اللي عنده ايفون لو دخل على الاعدادات ودخل على العام هاليا عنده عنوان حاجة اسمها physical address وتلاقي رقم 13 زي ما احنا شوفنا كده فالمك address استحال يقرر في العالم كله فعشان كده كان لازم يعملوه 13 عشان يديهم رقم ضخم جدا مليارات بيستخدم الاجهزة يدي رقم ضخم يقدر ينفع انه ما ينفع يقرر لكن الاب ينفع يقرر في العالم كله عادي طيب ينفع غير المك address ما ينفع ما ينفع المك address غير هنا ما ينفع ما ينفع ما ينفع اغلاق قصائص اقدر اغلاق لكن المك address ما ينفع لانه جاي من المصنع مطبوع على كارت الشبكة اصلا فما يتكرر وما يتغير بيستخدم يعني اللي عنده كارت الشبكة يعني اللي عنده جوال مثلا ايفون بيبقى دايما اللي قول لك ما بيخش شغير بنفس الشخص يعني عنده خلت الاميل بتاعك وليو زنين بس ورد عملت ال اي اي تيونز بتاعك وربطته بالجهاز لو حد تاني جاي جاي تخل ال اي تيون ما يقبل ليه حتى لو شل شريح الجوال وشل اي حاجة طب ازاي اللي رابط هنا مين الماك ادرس بتاع كارت الشبكة او ال sim كارت اللي هو اللي في بتاع الماك ادرس تاع الجهاز هو داي اللي في مشكلة طب يجي يصلحوها ازاي بقى او يعمل حاجة زي كده لو ايفون مقفول مش عفيد يجي يفتح يشيل كارت الشبكة طبعام ويحورت كارت شبكة جديد وليه مك ادرس جديد بيتباع خلاص يو مك ادرس بيجي بقى مك كارت شبكة جديد وعليه مك ادرس ويحط في الجهاز فاصبح مك ادرس جديد وجهاز جديد كأنه جديد اصلا فبيدخ الوزر نيم و اي تيوم بتاع وبيربط بالمك ادرس انت من التلاعبات اللي زي كده واصلا مبقاش موسوك يعني انت ممكن تجيب مك ادرس في تركيبه وكارت شغاله وتلاقي اصلا شركة ايفون اصلا باعته لحد اصلا فخلاص ضع عليك يبقى انت فعالفوص على الفوضي ههو 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 الابدرس وهو في مبادئ الشبكات الفئة الـ A و الـ B و الـ C و الـ A النهاية من 0 الى 126 و الـ B من 128 الى 190 و بعد 192 إلى 223 وطبعا في حقات في النصف ما مستخدمهاش خلا باقي تسأل بيجي في الاختبار الشامل دايما في حقات في النصف ما مستخدمهاش زي المية 27 طبعا كله المية 76 70 خلاص ما سعى و 60 حاجة زي كده من من 30 الى 31 في في range معايا كده من الابدرس ما ينفعش حد استخدمها بتيجي تستخدمها 172 أستاذ 172 بتلاقي في حقات في النصف كده ينفعش استخدمها ليه هو دعم كده بتلاقي غير مصرح ليه كنت استخدمها لأنها محجوزة أو خاصة اه ايو ننفعش 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 تسي بي والدب تسي بي والدب الفارب تسي بي والدب ده هنشرحها من شو الله يعني طب إحنا خدناه برضو هنشرح هنشرح الفصل خلص طيب نحن نحن نراجعه قبل ما نخش في الفصل الثاني هنبدأ الشرح المهمة ندخل ننشاطه الأول بعدين ندخل على الفصل الثاني ان شاء الله غدا بإذن الله عزيزنا بكرة عملي بكرة 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 الثانية توجيه وتحويل في المعهد طيب ماشي لما تيجوا إن شاء الله إن شاء الله اه التسي بي والدب ده أصلا موجودة في العملي كمان متعلقوش موجودة في مدد توجيه اه لما هنشرحين مع موضف حاجات يعني انتوا لما تيجوا هنين ناخد تقنية توجيه أو توجيه وتحويل تيجوا المعمل هتيجوا هتشوفه هنا في المعهد هتلاقوا ان احنا الفصل الأول أصلا في الكتاب كله هو اللي احنا شرحنا من شوية فالفصل الأول ده مشترك في هين المادتين فعادي يعني يعني فصل الأول هو مثلا مادة تانية تقنية تحويل هتعطى الرابع الخامس اه هتلاقي نفس الكلام اللي احنا مشترحه موجود هنا برضه اه هتتسي بي يكونوا نفس الكلام فالفصل الأول ده مراجعة فهتلاقي في المواد كلها مشترك مع بعض إن شاء الله بكرة إن شاء الله تحضروا وحاولوا الحضور يكون كويس لأن المادة العملي ما ينفعش فيها زي النظر إلي ما تحضرش أو يكون أولاين وهكذا لا هيفري معك كتير جدا التعامل وهتشغل بإيه داك وتنفذ وشيء أهم بالإنجليزي في حاجات لازم نتشغلها خطوة خطوة عشان نعرف ننفذها ما نفذتهاش خطوة خطوة استحالة تفهمها مرة واحدة كلها ما ينفعش هيجي تيجي في آخر تيجي تتحضرش مثلا أسبوع ويكون دعم إنك كاسا حصة وتيجي تقول له سيد أصلا إيه عايز يتعلم دلوقتي مش هقدر او ييه الساد صعب ولا سهل الساد لو عمل لو بيحضر كل يوم لو بتحضره في أمام الحضور هتلاقيها سهلة جدا لأن أنا مش هحط لك مش هيخضرك الميت في البحر لا أنا مامسيها خطوة خطوة استيب باي استيب كل يوم حاجة بسيطة ونرجع على قبلها وهكذا هتلاقي الموضوع في الآخر سهل لكن ما مش هتحضر هتلاقي الموضوع صعب جدا تمام الناس اللي دقتوا وحنا شغالين بقى مين عبد الرحمن العليوي ومين تاني؟ موجود موجود عبد الرحمن العليوي مين الآيفون ده؟ مين الاسمه آيفون؟ حسين زايد حسينSD مين تاني؟ فيو حد ثاني؟ فيو حد ثانيد اخر عندها شغالين؟ يوسف 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 عبدالطيفي إسا مرحبا طيب بيش أشوفكم بكرة إن شاء الله يريد بقى بكرة تحضروا كلكم محنش قولي بقى أصلا أنا مسافر أصلا شعصا العملية مفيش في كلام